اهلا بكم في النشرة الرياضية انا بسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل صاحب الجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشبابي والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انا بسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لحضور السباق الحادي عشر للخيل الذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيلة واقيم على كؤس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وانجاله الكرام سمو الشيخ حمد بن ناصر الخليفة وسمو الشيخ شيمة بن ناصر الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر الخليفة وبهذه المناسبة اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي ظهر به سباق الخيلة مشيرا الى حرصه التام على دعم الجهود التي يقوم بها النادي في الارتقاء برياضة سباق الخيلة وفي نهاية السباق قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأنجاله الكرامة حيث قدم كأسي الشوطين الأول والثاني إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى الخليفة فيما قدم كأس الشوط الثالث إلى مدير الاستبلات الملكية للجياد العربية الدكتور خالد أحمد ثم قدم سمو كأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز إبراهيم العفو كما قدم كأسي الشوطين الخامس والسادس إلى المضمر الفائز فوزي ناسا ثم قدم سمو كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز عبدالرحمن الجسمي أفتحت مساء أمس منافسات البطولة الأسيوية السابعة عشر لكرة اليد المؤهلة لنهائية كأس العالم بفرنسا والتي ينظمها الاتحاد البحريني بصالة مدينة خليفة رياضية تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حيث افتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بفوز عريض على المنتخب اللبناني بواحد واربعين هدف مقابل ثمانية عشر ليخطو بذلك منتخبنا الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الأدوار النهائية من الجانب الآخر حقق المنتخب الإماراتي في أولى مبارياته فوزا مهم على المنتخب الصيني بواحد وعشرين هدف مقابل سبعة عشر ليحقق المنتخب الإماراتي أول نقطتين في البطولة وفي المباراة الثالثة تمكن المنتخب السعودي من الفوز على المنتخب الإيراني بستة وعشرين هدف مقابل واحد وعشرين ليخطو بذلك المنتخب السعودي خطوة كبيرة نحو التأهل للدوى النصف النهائي بعد عبوره من منافس قوي له في هذه المجموعة